بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء يتجدد مع جغرافية التنمية وأصحابكم في برنامجكم مدرسة على الهواء لنا لقاء النهاردة على الهواء مباشرة مع أولى دروس الوحدة الثانية وهي تحت مسمى البيئة الدرس الأول الموجود عندنا النهاردة البيئة نظامها ومواردها هناك علاقة وثيقة بين الإنسان والبيئة وما بين البيئة والتنمية علاقة متلازمة ما بين البيئة والتنمية لا يمكن أبدا لاستفادة من موارد البيئة دون تغطيط جيد للتنمية التنمية لن تؤتي ثمارها إلا باستخدام جيد لموارد البيئة يبقى أنا عندي تنمية التنمية دين عمرها ما هتجيب لي النواتج بتاعتها غير لما أستخدم موارد البيئة استخدام جيد جدا طيب يبقى لابد من استثمار موارد البيئة لتلبية احتياجات الأجيال الموجودة ثم التغطيط ودون أن نجور بحقوق الأجيال القادمة وده الهدف الرئيسي للتنمية المستدامة وأول ما تيجي قدامي كلمة تنمية مستدامة أنا فاكر المعنى بتاعها اللي هو تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة وده اللي احنا حاليا بنخطط إليه في بلدنا اللي هو التنمية المستدامة اللي إن شاء الله تؤتي ثمارها في سنة عشرين تلاتين بمشيئة الله طيب إذن دلوقتي الاستخدام السيء لموارد البيئة لن يساعد على تحقيق أي نوع من أنواع التنمية وتعالوا بينا نستعرض مع بعض أول مصطلح يجي قدامي ما المقصود بالبيئة البيئة هي ذلك الوسط المحيط بالإنسان الوسط المحيط بالإنسان ويؤثر فيه ويتأثر به وبيشمل كل الجوانب الطبيعية والبشرية مرتيني البيئة ذلك الوسط المحيط بالإنسان طب أنا لو وسعت المسمى شوي البيئة دي هي الوسط المحيط بالكائن الحي الكائن الحي ده هنا في إنسان في حيوان في نبات ولكن إحنا بنتكلم عنه بغرافية تنمية يبقى هنقول البيئة ذلك الوسط المحيط بالإنسان ويؤثر فيه ويتأثر به ويشمل كل الجوانب الطبيعية والبشرية طيب البيئة بتهتم بالعناصر الطبيعية والبشرية إزاي البيئة تهتم بالعناصر الطبيعية والبشرية أولا اهتمام البيئة بالعناصر الطبيعية ده بيشمل الغلاف الغازي المحيط للأرض ويشمل الغلاف المائي الموجود داخل الأرض وكلنا نعلم إن الكوكب اللي إحنا بنعيش عليه اسمه الكوكب المائي أو الكوكب الأزرق لإني بيغلب عليه المسطحات المائية زي ما نحن نعلم من المراحل السابقة إن نسبة المية الموجودة على الأرض تعادل 71% من إجمال مساحة الأرض ككل ولذلك إن إحنا بنقول على كوكبنا اسم الكوكب الأزرق لإنه بيعكس اللون الأزرق عند تصويره من الفضاء وذلك بسبب أنه بيغلب عليه المسطحات المائية كما تشمل عناصر البيئية الغلاف الصخري الذي نحيا فوقه وكذلك بيهتم ما بداخله من أنواع للسخور ومن تنوع في الموارد الطبيعية يبقى اهتمام البيئة بالعناصر الطبيعية بيشمل الغلاف الغازي يشمل الغلاف المائي يشمل الغلاف الصخري وما بداخله ثم الحاجة التانية اهتمام البيئة بالعناصر البشرية ده بيشمل سطح الأرض وما عليه من نبات وحيوان وتجمعات بشرية وده اللي بيطلق عليه الغلاف الحيوي وزي ما درسته في أولى سنة أن تعريف الغلاف الحيوي ده النتاج الطبيعي لتفاعل جميع عناصر البيئة مع بعضها البعض يبقى خلاصة القول أن البيئة بتهتم بالعناصر الطبيعية والعناصر البشرية عناصر طبيعية غلاف غازي غلاف مائي غلاف صخري وما بداخله عناصر بشرية بتشمل سطح الأرض وما عليه من نبات وحيوان وتجمعات بشرية أقدر أقول عليها الغلاف الحيوي إحنا لسه كنا بنقول أن البيئة هي الوسط المحيط بالإنسان ويؤثر فيه ويتأثر به أي أن الإنسان والبيئة كلا منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به طب إحنا عايزين نشوف المراحل بتاعت تأثير الإنسان في البيئة وتأثره بها إن صح التعبير هقول تأثر الإنسان بالبيئة أولا ثم يأتي دور الإنسان ليؤثر في البيئة ولكن شتان الفارق بين التأثيرين فالبيئة قدمت للإنسان كل الإحسان المتواجد قدمت له كل الخدمات حيث أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الإنسان قدر له أقواته وقدر له أشياءه التي يحتاجها على الأرض إذن البيئة بإذن الله قدمت للإنسان كل الخدمات المطلوبة ولكن يا ترى رد الإنسان إيه على البيئة تأثيره فيها ورده على الخدمات اللي طلقاها من البيئة ده اللي هنتعرف عليه من خلال مراحل تفاعل الإنسان مع البيئة وهذه المراحل كانت أربعة مراحل اتنين لصالح البيئة واتنين لصالح الإنسان ده كان نتيجة اللقاء اللي حصل ما بين الإنسان والبيئة وهنشوف دلوقتي المراحل وهنعمل استوديو تحليلي مع بعض نحلل هذه المباراة كانت النتائج فيها النهائية لصالح مين يبقى علاقة الإنسان بالبيئة مرت بأربع مراحل المرحلة الأولى الإنسان اشتغل بها الحرفة الأولى تماما هي حرفة الجمع والالتقاط ونحط معاها حرفة الصيد يبقى الحرف اللي الإنسان اشتغل فيها في هذه المرحلة هي حرفة الجمع والالتقاط وحرفة الصيد طب في هذه المرحلة الإنسان جمع والتقاط يعني إيه؟ يعني الإنسان كان دائم البحث كانت قضيته الأولى هي كيفية البقاء على قيد الحياة يبقى لابد من البحث عن طعام وشراب يبقى كان دائم التنقل للبحث عن هذا الطعام والشراب كان بيجمع الثمار وفروع الأشجار أوراق الأشجار ويتناولها طيب كويس هل يطرى هنا الإنسان كان ليه أي تأثير على البيئة ده اللي بيبينه السؤال اللي قدامكم بما تفسر لم يكن للإنسان تأثير على البيئة في المرحلة الأولى الإجابة هقول وذلك لضيق نشاطه إنه بيشتغلش حيات كتير ده اشتغل هنا في جمع والتقاط وحرفة صيد اللي جات معه بالصدفة ومحدودية متطلباته أنا قلت لك إيه من اللحظة قلت لك إن الإنسان في المرحلة دي كان يعني قضيته الأولى هي كيفية البقاء على قيد الحياة يبقى هو ما عندهش متطلبات كتير يبقى إذن تأثيره على البيئة كذلك هيكون محدود يبقى في المرحلة الأولى تأثير الإنسان على البيئة محدود وذلك لضيق نشاطه ومحدودية متطلباته وفي نهاية المرحلة الأولى الإنسان عرف حرفة الصيد وطور أدوات الصيد ثم أيضا في نهاية هذه المرحلة اكتشف الإنسان النار آه طب إيه رأيك اكتشاف الإنسان للنار دي ساعدته طبعا ساعدته كتير ساعدته أولا أنه هو بدأ فيه عملية طهي الطعام إنارة الكهوف اللي بيحيا فيها ليلا ثم تخويف الحيوانات المفترسة ليلا وبعد كده تجفيف ملابسه البدائية اللي كانت تسطره خلاص يبقى إذن في هذه المرحلة تأثير الإنسان على البيئة تأثير محدود جدا 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 يبقى لم يكن للإنسان تأثير واضح على البيئة وذلك لضيق نشاطه ومحدودية متطلباته وزي ما قلنا في نهاية هذه المرحلة الإنسان قدر يتعرف على حرفة الصيد وطور أدوات الصيد من بدأها بالأدوات الخشبية من فروع الأشجار ثم بعد كده قدر ينحت الأحجار في العصر الحجري القديم ثم العصر الحجري الحديث ثم اكتشف النار خلاصة القول إن الإنسان كان تأثيره محدود على البيئة في هذه المرحلة ولكن في المرحلة الثانية بدأ الإنسان يكتشف حرفة الزراع اكتشاف الإنسان للزراع ليه؟ قال للإنسان عرف الزراع وذلك لتوفير المياه والطربة الخصبة نتيجة تنقل الإنسان الإنسان استقر حوالين مجاري المياه العزبة حول مجاري الأنهار وعلى فكرة الأودية النهرية بتعتبر أقدم أقدم الأماكن التي عرفها الإنسان على الإطلاق وشهدت تجمعات بشرية بمعرفة الإنسان للزراع حول المجاري المائية العزبة ووجود التربة الخصبة ظهرت أول تجمعات بشرية في التاريخ في صورة قرى بسيطة جداً وهي بتعتبر أول أشكال استقرار بشري موجودة على الأرض في هذه المرحلة في حرفة الزراع بدأ الإنسان يشق بعض القنوات واستخدم أدوات لضبط المياه علشان يتجنب موضوع الفيضان ويوسع مساحة الأراضي الزراعية يبقى هنا الإنسان بدأ بصمته وتأثيره على البيئة تتضح إنه هو بدأ يعمل حاجات في البيئة تساعد الإنسان نفسه إنه هو بدأ يشق القنوات بدأ يوسع مساحة الأراضي الزراعية ونتيجة الزراعة بدأ ينتج عنها بعض النفايات اللي هي المخلفات بتاعة الزراعة طب هذه المخلفات هنا الإنسان بدأ يؤثر في البيئة وهو في الأول تأثر بيها نتيجة وجود المياه ونتيجة وجود التربة الخصبة وهو أثر فيها إنه هو اللي قام بموضوع الزراعة وظهر نفايات لهذه الزراعة إذن إن الإنسان بدأ يؤثر في البيئة ولكن هذا التأثير كان ليس تأثيرا سلبيا يعني البيئة ما تأثرتش بيه تأثير سلبي ودي كانت المرحلة التانية اللي كانت فيها الأفضلية للبيئة على الإنسان صحيح إن الإنسان بدأ يؤثر في البيئة ولكن هذا التأثير كان ليس تأثيرا سلبيا نيجي بقى للمرحلة التالتة يتدخل الإنسان بأدواره المختلفة زي ما شفنا في المرحلتين الأولانيتين البيئة أثرت في الإنسان ولكن البيئة كانت بتقدم خدمات جليلة لهذا الإنسان كانت بتقدم له الطعام والشراب في المرحلة الأولى اللي هو اشتغل بيها بحرفة الجمع والإتقاط وحرفة الصيد حتى يبقى على قيد الحياة المرحلة التانية من خلال البيئة الإنسان بالتربة الخصبة والمية العزبة عرف حرفة الزراعة نتج أو مخلفات ولكن تأثيره كانت محدودا ولكن مع المرحلة التالتة ومع قيام الثورة الصناعية التي بدأت منذ منتصف القرن الثمنتعشر وحتى منتصف القرن العشرين الثورة الصناعية الأولى التي قام بها الإنسان بدأ الإنسان يتمكن بعلمه الذي أهداه الله لهذا الإنسان بدأ الإنسان هو اللي يأثر في البيئة ولكن تأثير الإنسان في البيئة في المرحلة دي أصبح تأثير سلبي ليه؟ الإنسان في المرحلة دي بتاعت الثورة الصناعية استخدم الوقود الحفري وقود حفري عبارة عن فحم حجري وبترول فحم حجري وبترول الفحم إحنا بنقول وقود حفري يعني تكونوا نتيجة بقايا كائنات حية الفحم جه نتيجة تكوينات بقايا كائنات نباتية ماتت ودفنت وتحللت بفعل تعرضها للضغط والحرارة منذ آلاف السنين ففقدت كل عناصرها إلا الكربون والهايدروجين أي تكونت مادة هيدروكربونية مكونة الفحم البترول جه نتيجة موت كائنات حيوانية وبحرية فأدت أيضا كل عناصرها وتكونت مادة هيدروكربونية كونت البترول إذن الإنسان بدأ يستخدم الوقود الحفري فحم وبترول في تسيير وسائل النقل في تسيير نقدر نقول السفن ونقدر نقول في تسيير الآلات البخارية تمام؟ وفي السيارات وفي القطارات وفي تشغيل الآلات في المصانع ونتيجة كده بدأ التلوث يظهر على البيئة يعني نتج عنها مشكلات بيئية خطيرة زي التلوث بأنواعه سواء تلوث هوا أو تلوث مية أو تلوث طرب يبقى المرحلة الثالثة الموجودة قدامك على الشاشة اللي هي مرحلة الثورة الصناعية ودي زي ما قلت لك بدأت من منتصف القرن الثمنتاشر وحتى منتصف القرن العشرين وهنا زي ما كتوب قدامي الإنسان قام بحرق الوقود الحفري من فحم وبترول لتسيير وسائل النقل وبظهور الثورة الصناعية ظهرت مشكلات بيئية خطيرة زي التلوث بأنواعه زي ما قلنا تلوث هوا وتلوث مية وتلوث طربة أما المرحلة الرابعة ودي المرحلة اللي بنعيشها دلوقتي مرحلة الثورة الألكترونية صورة صناعية جديدة صورة ألكترونية وصورة وسائل اتصالات بدأ يتعاظم دور الإنسان في تأثيره على البيئة واستنزاف الموارد وظهور ما يعرف باسم الاحتباس الحراري والتلوث النووي ما هذا أيها الإنسان ماذا فعلت بالبيئة تعاظم دورك في البيئة وتعاظم تحكمك في البيئة فبالتالي أدى دورك هذا إلى تأثير سلب قاتل على البيئة فهنا زي ما بنقول الإنسان بدأ يستنزف موارد البيئة بدأ القطع الجائر للأشجار وطبعا دي مشكلة كبيرة جدا الأشجار اللي موجودة في الغابات دي الرئة اللي بيتنفس منها العالم إن الغابات دي بتمثل 28% من إجمال مساحة اليابس طب الإنسان بدأ يجور على هذا وبدأ القطع الجائر للأشجار ومن هنا استنزاف موارد بيئة بدأ يستنزف الفحم يستنزف الفترول وده كل ده بينتج عنه تلوص ظهر تلوص نووي ظهر احتباس حراري ظهرت الاحتباس الحراري إحنا بنسمع عنها كويس الفكرة بتاعتها ببساطة إن الأرض درجة حرارتها ارتفعت وما عندناش منفس الأرض تقدر تفرغ منه هذا الاحتباس الحراري ونتيجة لذلك بدأ العالم كله يتكاتف ويتحرك من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة ثروات الأجيال القادمة إذن دلوقتي إحنا استعرضنا مع بعض أربع مراحل لعلاقة الإنسان بالبيئة كانت الإنسان متأثر ورجع أثر في البيئة الأربع مراحل لخص معايا بسرعة المرحلة الأولى الإنسان اشتغل بيها بحرفة الجمعة والالتقاط وحرفة الصيد تمام؟ وهنا الإنسان كان متأثر فيه أو بالبيئة ثم في نهايتها طور وسائل الصيد واكتشف النار يعني الإنسان بدأ يؤثر في البيئة ولكن تأثير محدود دي الأولى المرحلة الثانية مرحلة اكتشاف الزراعة الإنسان اكتشف الزراعة واستقر حول أودية الأنهار وحول المجار المائية العزبة يعني الإنسان بدأ يستفيد من البيئة وبدأ يؤثر فيها حيث ظهرت بعض النفايات للزراعة تأثير الإنسان هنا كان تأثيرا ليس سلبيا حيث أن الإنسان بدأ يشق الترع والقنوات أو قنوات الرأي وبدأ يسيطر على الأنهار بفيضان هوجة فافرة ثم دخلنا على المرحلة الثالثة الإنسان تمكن وبدأ يلوس البيئة ودي مرحلة الثورة الصناعية الأولى اللي ابتدت من نص القرن الثمنتاشر إلى نص القرن العشرين وذلك باستخدام الوقود الحفري فحم وبترول ومن هنا الإنسان بدأ يؤثر في البيئة وزادت نسبة التلوث بأنواعه ثم المرحلة الأخيرة الثورة الصناعية الحديثة اللي هي الثورة الألكترونية وثورة عالم الاتصالات وتعاظم دور الإنسان وتأثيره على البيئة واستنزاف موارد البيئة زاد الاحتباس الحراري والتلوث النووي ونتيجة لذلك بدأ العالم يتحرك من أجل الحفاظ على موارد البيئة لخدمة الأجيال القادمة دول المراحل الأربعة بتاعة علاقة الإنسان بالبيئة المراحل الأربعة كان لابد لها من تفسير احنا عايزين نفسر العلاقة اللي استمرت بين الإنسان والبيئة العلاقة دي احنا دلوقتي شفنا مرحلتين البيئة كانت تؤثر على الإنسان ومرحلتين الإنسان هو اللي أثر في البيئة فظهرت لي نظريات جديدة تفسر العلاقة بين الإنسان والبيئة زي ما هيظهر قدامك دلوقتي النظرية الأولى يطلق عليها اسم النظرية الحتمية البيئية أو الحتمية الجغرافية هذه النظرية بتقر بأن البيئة لها كل التأثير على الإنسان بمعنى قالوا في هذه النظرية أن البيئة هي اللي بتفرض نفسها على الإنسان أنت لو عايش في منطقة صحراوية كإنسان بدائي هتحترف حرفة الرعي لو عايش في منطقة ساحلية هتحترف حرفة الصيد لو عايش قرب مية عزبة وأرض خصبة هتشتغل بحرفة الزراعة ومش هتقدر تزرع إلا أنواع معينة من المحاصيل إلا هيفرضها عليك مناخ المكان اللي انت بتعيش فيه يبقى النظرية الأولى زي ما هو ظهر قدامك النظرية الحتمية البيئية أو الحتمية الجغرافية بتخضع أو بتقرأ هذه النظرية أن الإنسان بيخضع خضوعا تاما للبيئة وده اللي بيطلق عليها حتمية المكان خلاص فهي بتحكم على الإنسان عمل معين أو حرفة معينة السؤال قدامك ما الانتقادات التي وجهت للنظرية الحتمية الذي قام به الإنسان وأصر به في البيئة وتجاهلت أيضا تقدم وسائل النقل والاتصالات أنا لسه من شوية كنت بقول لك أن أنت مثلا أو قمت بحرفة الزراعة وأنت إنسان بداية مش هتقدر تزرع إلا المحاصيل اللي المناخ بتاع المكان اللي أنت متواجد فيه هتقدر تزرع فيه وليكن إقليم البحر متوسط هتقدر تزرع فيه محاصيل معتدلة لو إقليم استوائي هتزرع فيه المحاصيل الحرة لو مناطق بردة هتزرع فيه المحاصيل الخاصة به لكن يا ترى النهاردة بتقدم التكنولوجي اللي أنبيه الإنسان قدرت تعرف حاجة اسمها البيوت البلاستيكية قدرت توصل لحاجة اسمها الهندسة الوراثية بدأت تبتكر أنواع جديدة قدرت تكتر في المحاصيل اللي بيزرعها فيه الفدان الواحد ودي حاجة في الترمي التاني هنعرفها انتاجية الفدان اللي هي كمية المحاصيل الذي ينتجها الفدان الواحد طيب يبقى هنا الانتقادات اللي وجهت لهذه النظرية أن النظرية دي تجاهلت التقدم التكنولوجي الإنسان بيقوم به وتجاهلت تقدم وسائل إنه زي دولة اليابان دولة اليابان طبعا دولة معزولة عن العالم ودولة بتتميز بفقرها في المواد الخام ورغم ذلك عن طريق التقدم التكنولوجي وتقدم وسائل النقل أصبحت غير معزولة عن العالم وأصبحت تجيب محاصيل ما تقدرش تزرع عندها وأصبحت تجيب منتجات ما تقدرش تنتجها عندها يبقى كل ده عملته بالتقدم التكنولوجي وعن طريق تقدم وسائل النقل والمواصلات وده الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية السؤال الانتقادات التي وجهت للنظرية الحتمية اللي هي وضح رأيك في النظرية الحتمية قل له أفرطت هذه النظرية في الدور اللي بتلعبه البيئة على الإنسان أو ضد الإنسان أو سيطرت البيئة على الإنسان كل دي معاني واحدة وقد تجاهلت واحد تجاهلت تجاهلت التقدم التكنولوجي الذي أحدثه الإنسان وأثره في البيئة اتنين تجاهلت تقدم وسائل النقل والمواصلات وبندرب مثال اليابان اللي دولة معزولة تماما زي ما تتعرض وانت في ثلثة سنة وان شاء الله ان اليابان بتعد دولة هامشية أي موجودة على أطراف العالم ولكن قدرت تتغلب على عزلتها بالتقدم التكنولوجي وتقدم وسائل النقل والمواصلات النظرية التانية اللي هي النظرية الامكانية أو الاحتمالية اذا كانت النظرية الاولى افرطت او في الدور اللي البيئة بتلعبه على الانسان تعالوا نتفرغ ونشوف النظرية دي عملت ايه بالزبط النظرية الامكانية او الاحتمالية الاساس في النظرية دي قالت ان الانسان هو اللي مؤثر في البيئة لحظة النظرية الاولانية قالت ان البيئة هي اللي بتأثر في الانسان لكن هنا احنا بنقول النظرية الامكانية او الاحتمالية الانسان هو اللي مؤثر على البيئة لانه يملك ارادة فعالة ومؤثرة بقدراته وقراراته يبقى هنا لو حطيت سؤال بما تفسر النظرية الامكانية اقرط بان الانسان هو المؤثر في البيئة هنرد ونقول لان الانسان يملك ارادة فعالة ومؤثرة بقدراته وقراراته وضربنا مثال الحضارة المصرية القديمة ادر التأثر في نهر النيل شقت القنوات وقدرنا نوصل قنوات الري الاماكن بعيدة يبقى وسعنا مساحة الاراضي الزراعية عملنا بعض الخزانات القديمة زي سد الله هون اللي نعرفه تمام وده من الحضارات القديمة بدأنا ان احنا نعمل الجسور فوق الانهار يعني بدأنا ننتقل من ضفة الى ضفة بدأنا نعمل مشروعات الري وحديثا اقمنا السدود الضخمة زي ابتدينا بسد اسوان ثم السد العالي وده مثال نموزجي الحضارة النصرية قدرت تتغلب على البيئة يبقى النظرية دي قالت ان الانسان تغلب على البيئة بارادة فعالة وبقدراته وبقراراته المؤثرة واستدلينا بالحضارة المصرية الادية ابص للسؤال اللي قدامك دلوقتي السؤال بيقولك ما الانتقادات التي وجهت للنظرية الامكانية او الاحتمالية او زي ما قلنا في النظرية الاولى وضح رأيك في هذه النظرية اللي هي الامكانية او الاحتمالية هذه النظرية قامت بالمغالاة في الدور الذي يقوم به الانسان اللي بيصل الى حد السيادة على البيئة يبقى النظرية دي بلغت قوي في الدور اللي بيلعبه الانسان على البيئة وقالت ان الانسان هو المتسيد سيادة كاملة على البيئة وكأن هذا الانسان ملاك لا يؤثر في البيئة اذا هذا النظرية لم تتعرض للدور السلبي الذي قام به الانسان نتيجة التلوص الذي احدثه وهذا التلوص ادى الى تآكل طبقة الازون وتقليل المساحات الخضراء بزحف المباني على الاراضي الزراعية وادى الى مشكلات عالمية اللي هي مشكلة الاحتباس الحراري والتلوص النووي الذي تعاني منه الارض الان يبقى الانتقادات التي اوجهت له هذه النظرية المغالاة في دور الانسان وصلته لدرجة السيادة على البيئة وتناست وقد اغفلت الدور اللي بيلعبه الانسان ضد البيئة في زيادة نسبة التلوص والتصحر وزحف المباني على الاراضي الزراعية مما احدث خلل في التوازن البيئي يبقى احنا دلوقتي استعرضنا النظرية النظرية الاولى هي النظرية الحتمية البيئية او الحتمية الجغرافية وشفنا الانتقادات بتاعتها والنظرية التانية النظرية الامكانية او الاحتمالية الاولى افرطت في الدور بتاع البيئة على الانسان والتانية افرطت في دور الانسان على البيئة نتيجة ليه الخلل والانتقاد اللي وجه للنظرية الاولى والنظرية التانية ظهرت لي نظرية وسط بين النظريتين السابقتين النظرية الجديدة هي النظرية التوافقية يبقى هنا السؤال بما تفسر ظهور النظرية التوافقية هقول نتيجة الانتقادات التي وجهت للنظرية الحتمية والنظرية الاحتمالية يفقى النظرية التوافقية دي وسط بين النظريتين السابقتين حيث بتقوم بدور الوساطة بين النظرية الحتمية والنظرية الإمكانية حيث أن النظرية التوافقية بتؤمن بتأثير الإنسان في البيئة وتأثره بهذه البيئة طيب ندخل في نقطة جديدة والنقطة الجديدة بتدخلنا في موضوع مهم للغاية النظام البيئي طيب ننظر قدامي زي ما هيظهر قدامي دلوقتي ما المقصود بالنظام البيئي النظام البيئي منطقة متكملة منطقة متكملة تتكون من كائنات حية ومكونات غير حية في مكان معين يبقى مكان معين بيتكون من كائنات حية ومكونات غير حية كائنات حية ممكن الإنسان ممكن يكون الحيوان ممكن يكون نبات ومكونات غير حية وليكن زي التربة زي المية يبقى إذن فيه كائنات حية ومكونات غير حية بتتفاعل مع بعضها البعض وفق نظام دقيق ومتوازن نظام دقيق ومتوازن أنا عايز أقف مع الحتة دي الجزئية دي مثلاً لو إحنا استعرضنا مع بعض دورة المية في الطبيعة سبحان الله العظيم دورة المية في الطبيعة تبدأ بالشمس الشمس تسقط أشعتها على المسطحات المائية تبدأ عملية التبخر التبخر يظهر في صورة صحب الصحب يظهر أو يحدث فيه عملية تكاسف هذا التكاسف ينزل في صورة أمطار زي ما ربنا عز وجل وسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور صدق الله العظيم إذن كلام جميل وكلام رائع إن هنا دورة مية في الطبيعة نظام يا جماعة بيعمل بتوازن غير عادي شمس بتقوم بدورها تبخر يحمله هوى بيقوم بدوره صحب تكاسف تنزل أمطار تحيي به أرض جدباء تقوم فيها حرفة الزراعة حتى يحيى الإنسان إذن هي فعلا منطقة متكملة مكونة من كائنات حية ومكونات غير حية في مكان معين بصي الكلام الحلو تتفاعل مع بعضها وفق نظام دقيق ومتوازن في ديناميكية ذاتية هو أنا بس عايزين نقف يعني إيه كلمة ديناميكية قال لي كلمة ديناميكية يعني حركة يعني حركة ذاتية محدش ماسك ريموت وبيحرك الشمس محدش ماسك ريموت وبيحرك البحر لكي يحدث عملية التبخر دي حركة ذاتية بأوامر إلهية تمام بتستمر في أداء دورها اللي ربنا كلفها به حتى تستمر الحياة شوف 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 العظمة بسم الله الرحمن الرحيم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها خاف على نفسه من حمل الأمانة اللي هي نعمة العقل تمام وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إذن الأجزاء اللي احنا قلناها بتعمل في ديناميكية ذاتية بتستمر في أداء دورها دور مكلف بيء فقط دور مكلفة بتعمله في ديناميكية ذاتية بتستمر في أداء دورها حتى تستمر الحياة يبقى النظام البيئي بسرعة منطقة متكملة بتتكون من كائنات حية ومكونات غير حية دي في مكان معين بتتفاعل مع بعضها وفق نظام دقيق ومتوازن في ديناميكية ذاتية تستمر في أداء دورها حتى تستمر الحياة دا المقصود بالنظام البيئي هذا النظام البيئي له مدخلات وله مخرجات المدخلات بتدخل في شكل وبمسمة وتخرج بمسميات أخرى تماما أنا عندي يا جماعة ست مدخلات وزيهم مخرجات يطرى المدخلات زي ما قلنا بيدخل بصورة وبتخرج بصورة أخرى طيب احنا هنبتدى دلوقتي نشوف مع بعض المدخلات والمخرجات الخاصة بالنظام البيئي هذه المدخلات تبدأ بالشمس يبقى المدخلات عندنا النظام البيئي هنعمل كده مع بعض ده كده النظام البيئي بيتكون من نبات وحيوان وتربة تمام المدخلات زي ما بنقول ست مدخلات بتدخل بمسمة وتخرج بمسمة تاني أول هذه المدخلات الشمس الشمس تدخل للنظام البيئي اهيه الشمس بتدخل للنظام البيئي تحت مسمة طاقة أشعة الشمس اللي دخلها تحت مسمة طاقة بتحدث عملية البناء الضوئي في النبات ينمو النبات من خلال التربة يتغزى علي الحيوان والإنسان هذه الطاقة تخرج من النظام البيئي تحت مسمة إشعاع أرضي يبقى أول المدخلات عندنا الشمس الشمس اللي بتدخل تحت مسمة طاقة وبتطلع تحت مسمة إشعاع أرضي بدي أول حاجة من المدخلات الستة اللي احنا قلنا عليها تاني المدخلات اللي موجودة عمدي في صورة مطر ادخل ذاتي أو ري الإنسان بيقوم به دخل للنظام البيئي ساعد على نمو النبات من خلال التربة تغزى علي الحيوان ويه جي الإنسان تغزى على بعض الحيوانات وبعض النباتات تمام؟ هنا المية دخلت للنظام البيئي النظام البيئي خد القدر الكافي اللي عاوزه والباقي يخرج المية بقى خرجت من النظام البيئي تحت مسمة نتح النتح ده اللي هو النتح اللي هو قطرات الندى اللي طلع من النباتات التعرق النباتي بمعنى أصح تمام؟ نتح وتبخر تبخر من خلال النبات ومن خلال المسطحات المائية وحاجة اسمها تصريف سطحي تصريف سطحي دي لازم أقف معا بقصد بإيه أنا تصريف سطحي قال لي الأنهار بتجري فوق اليابس اليابس اللي هو يابس القراط زي نهر النيل معروف لنا أن اليابس بيتواجد فوق مستوى سطح البحر تمام؟ ثم المية بتاعة اليابس تصب في المسطحات المائية اللي هي في مستوى أقل يبقى ده كده كون أن الأنهار بتصب في المسطحات المائية الملحة بحروة محيطات ده اسمه تصريف سطح الأرض يبقى المدخل التاني اللي احنا تكلمنا عنه المية دخلت للنظام البيئي تحت مسمى مطر وراي طلعت بتلات مسميات نتحق وتبخر وتصريف سطحي نيجي لتالت حاجة عندنا التربة التربة بتسقط عليها أشعة الشمس بتسقط عليها أشعة الشمس بتعمل على تفكك وتحلل الصخور بتبتدي يحصل أن الصخور بتتفتت وتتحلل تنقلها الرياح بوسطة عوامل التعريح في صورة حاجة اسمها نحت يبقى النحت ده نقل التربة من بيئة معينة إلى بيئة أخرى يبقى قادي حاجة من خلال التربة ييجي النقطة اللي بعد النبات بييجي عندي في بعد أسف بعد التربة بييجي عندي النبات النبات بيدخل للنظام البيئي في صورة بذر احنا بنعمل البذور تمام؟ او ايه كمان؟ او هجرة واحد يقول لي الله هو النبات بيهاجر طبعا النبات ده بيهاجر عن طريق الرياح وعن طريق المسطحات المائية العزبة زي الترع والقنوات والأنعار بتنزل حبوب اللقاح في مجرى مائي بناخد المياه دي في مكان تاني تطلع لنباتات انا ما زرعتهاش ده اسمه طلقيح ذاتي بذر وهجرة يبتدي النبات يخرج من النظام البيئي في صورة هجرة تاني او في صورة حصد تمام؟ يبقى قادي رابع حاجة من النظام البيئي الحاجة الخامسة قدامي الحيوان الحيوان بيدخل للنظام البيئي في صورة هجرة هو الحيوان بيهاجر من مكان لاخر يبتدي يخرج من النظام البيئي بمسمة جديد ممكن يكون هجرة او الانسان يقوم بعملية الصيد او ان الحيوان نفسه بيتعرض للموت يبقى الحيوان دخل للنظام البيئي في صورة هجرة خرج في صورة هجرة وصيد وموت يجي اخر حاجة الانسان الانسان هو اللي بيدخل كل العناصر زي البزور وغيرها والمخصبات اللي بيدخلها للنظام البيئي يخرج الانسان نفسه من النظام البيئي تحت مسمة الموت يبقى انا عندي في ست مدخلات وزيهم مخرجات دخلوا باسم وطلعوا بمسمة تاني خالص طيب الانسان عشان يقدر يحيى بمستوى صحة عالي يبقى لابد اللا يمس بحقوق الاجيال القادمة ولابد ان يحافظ على البيئة ويحافظ على حاجة اسمها التوازن البيئي ويلا نعرض مع بعض ما المقصود بالتوازن البيئي اولا هو احد خصائص النظام البيئي ويقصد بالتوازن البيئي هو بقاء مكونات وعناصر البيئة الطبيعية على حالتها دون اخلال يبقى عناصر البيئة تظل على حالتها الطبيعية دون اخلال طيب امتى بيختل النظام البيئي اللي بتدخل الانسان غير الواعي عن طريق الثورة الصناعية وملوثتها عن طريق الصيد الجائر والافراض في استخدام المبيدات وعملية التعدين وقطع الغابات اللي بيرفع درجة الحرارة ادخال كائن حي او اخراجه من بيئته من بيئة معينة بتعني انقراض هذا الحيوان يبقى بيختل هذا النظام بتدخل الانسان غير الواعي ونتيجة لهذا الخلل كان لابد من تدخل الانسان عن طريق جغرافية التنمية اللي هي عندها المعلومات القديمة عن البيئة وتبتدي ترصد التعديات اللي حصلت على البيئة عشان تحط الخطط ازاي تحافظ على البيئة لحقوق الاجيال القادمة وذلك عن طريق نشر الوعي البيئي لدى الافراد حماية البيئة من التدهور في صورة المحميات الطبيعية وتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمرات العالمية وهنا السؤال يجي لك يقول لك كيف يمكنك الحفاظ على موارد البيئة للحفاظ على التوازن البيئي وبهذا التوازن اكون وصلت الى حالة التوازن معكم في نهاية لقاء معكم اليوم على امل ان القاكم في لقاءات قادمة باذن الله تعالى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة